اعلنت وزارة صحافي اخر تحديث لها حول الحملة الوطنية للتطعيم ان مجموعة من اخذوا التطعيم المضاد لفايروس كورونا من المواطنين والمقيمين في المملكة قد بلغ نحو 61.612 شخصا وذلك حتى مساء يوم امس الاثنين هذا وتشهد الحملة الوطنية للتطعيم اقبالا متزايدا من قبل الراغبين باخذ اللقاح حيث توفر المملكة اللقاح بشكل مجاني بمختلف المراكز الطبية للمواطنين والمقيمين ذلك تعزيزا للاجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين وكانت الوزارة قد دعت لتسجيل عبر تطبيق مجتمع واعي لاخذ اللقاح في خطوة تهدف لتعزيز كفاءة سير عملية التطعيم والاستفادة من جميع التقنيات المتاحة ترجمة نانسي قنقر